تعال بقى نشوف الدولة شغالة في أنهي اتجاه علشان خاطر أضمن طول الوقت إنه الناس اللي بجد عايزة تشتغل تعرف تشتغل البنك المركزي رصد مجموعة من المؤشرات الإيجابية والمتعلقة بسوق الصرف بتتمثل فيه وده كلام البنك المركزي زيادة كبيرة في حصيلة البنوك من النقد الأجنبي سواء من السوق المحلية وحط تحت دي 90 مليون خط أو حصيل التحويلات المصريين بالخارج وكمان من قطاع السياح وتم رصد عمليات دخول مستثمرين أجانب للسوق المصرية مرة تانية طيب من يوم الأربع اللي فات أصبح فيه عندنا مبالغ تبقى للبنك المركزي تخطط 925 مليون دولار يعني 75 مليون كمان ونبقى قفلنا بإذن الله مليار ده معنى إيه؟ يعني أنا في عندي دخول جوة القطاع المصرفي 925 مليون دولار من الأربع اللي فات لحد يوم الاثنين اللي احنا بنتكلم فيه ده؟ حلو؟ جزء منها محلي؟ يعني فيه دولارات كنت مع الناس ودخلت البنوك تكشف المؤشرات اللي رصدها البنك المركزي المصري عن طفرة كبيرة في مبالغ التداول في سوق الانتربانك خلال الأيام الماضية سجلت مبالغ التداول زيادة جاوزة 20 ضعف مقارنة بالمبالغ اليومية المسجلة مؤخرا طيب البنك المركزي بيأكد أن القطاع المصرفي خد بالك بقى الأمور ماشية إزاي يعني سياسات البنك المركزي نجحت بقدر أنه من الأربع للتنين دخلت 925 مليون دولار طيب بس كده لا ييجي هنا بقى البنك المركزي يقولك إيه وكمان القطاع المصرفي قام بتغطية أكتر من 2 مليار دولار من طلبات المستوردين المصريين خلال التلات أيام اللي فاتت تلات أيام عمل أربع خميس حد ده بخلاف تغطية طلبات أخرى لعملاء البنوك المصرية معنى إيه الكلام ده يا يوسف معناه أنه هناك قدرة حقيقية واضحة وتراكمية للقطاع المصرفي في تغطية طلبات تكبير العملة المعلقة للمستوردين وفي أقرب وقت بيشير البنك المركزي في بيانه إلى أنه البنوك بتقوم بالترويج لعمليات المشتقات المالية في سوق الصرف هشرح لك يعني مشتقات مالية وده بهدف يا جماعة تقديم خدمة مالية متكاملة بتتيح لعملاء البنوك التحول ضد مخاطرة زبزبات أسعار الصرف طيب تعالي بقى نشوف آه عم إخبار الاحتياطي إيه؟ الوضعي البنك المركزي يرد ويقول حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي شهد ارتفاع بقيمة 470 مليون دولار خلال ديسمبر فيصل إلى أظن بيصل إلى حوالي تقريبا 40 مليار مقابل مقابل 33.53 مليار دولار آه فيه أربعة مليار فرق ما بين ديسمبر ونوفمبر احنا خدنا 452 مليون المهم احنا كنا في نوفمبر 33 وكام عليش هتولي الرقم تاني جماعة عشان منساش بس 33.53 مليار دولار بنهاية شهر نوفمبر استمر الاحتياطي النقدي الأجنبي في الارتفاع للشهر الرابع على التوالي فيحقق زيادة تتجاوز 860 مليار مليون يا رب مليار مليون دولار خلال آخر أربع أشهر مصر وصلت لكده يعني زودت الاحتياطي بتاعها من العملات الصعبة وفي نفس الوقت سددت 2.5 مليار دولار مدفعات مرتبطة بالماديونية الخارجية للدولة بواقع 1.5 مليار كان في شهر نوفمبر ومليار اتدفعوا في ديسمبر تحط ما بين قصين أنه كمان حضرتك بتوفر كبانك بقى أو قطاع مصرفي بتوفر العملة الصعبة اللازمة للاستيراد يبقى لما نقول الوضع صعب صعب ما فيش خلاف جدا جدا على العالم وعلينا بطلوا تقولوا أنه على العالم وعلينا طبعا أنا هضرب لك مثل بسيط عشان بس تبقى عارف الوضع الصعب في العالم إلى أي مدى ودور ورايا أنا عايزك تجيب لي سعر إزازة زيت في ألمانيا إمتى؟ في يناير 2022 يناير سعرها 60 سنت يوروهاوي مش سنت طبعا دولاري ألمانيا النهاردة سعر إزازة الزيت في ألمانيا كام؟ هدي لك الإجابة ودور ورايا ورايا 3 يورو يعني زادت 5 أضعاف هل ده معنى أن الاقتصاد الألماني ضعيف وهش وينار وألمانيا تفلس؟ ولا إنه في وضع اقتصادي عالمي شديد الوطأ؟ أنت جاوبني حقيقة أنا بكلمك من قلبي وأنا محموق جاوبني بس هو الكل في أزمة فلما سعر الزيت وأنا أصدت أقولك الزيت باعتباره السلعة اللي أنا استغنى عنه اللي أنا استغنى عنه أنا ولا سيادتك ولا المواطن الألماني تزيد 5 أضعاف في سنة مش هقولك يا زادت قد إيه عندي بس أنا ما زادتش عندي خمس أضعاف يعني أنت أشطر من ألمانيا؟ لا أنا مش أشطر من ألمانيا بس يمكن كنت عامل حسابي في شوية حاجات طيب تعال نشوف تاني الاحتياطي النقدي الأجنبي في نهاية ديسمبر كان شكله إيه؟ يطرى هو كان أليل كان عالي كان متوسط لا هو كان أعلى مستوى لي من مايو 2022 مفترض يا مولانا إنه في بداية الأزمة اللي هي كانت في 24 فبراير 2022 تبقى الأزمة بتاعتي أخف من دلوقت وبالتالي مفترض أن أنا أبقى في مايو الأزمة بتاعتي أخف من يناير 23 الأزمة مستمرة ومتفقمة تبعات الأزمة الاقتصادية متفقمة صح؟ ولا أنا أقول كلام غريب ده مش كلام اقتصاد ده كلام منطق أزمة كلما ازدادت في مدتها زادت حدتها وزادت وطأتها صح؟ منطق وبالرغم من كده معدل الزيادة بتاعت الاحتياطي أحسن من 122 طيب أغطي قد إيه؟ أغطي حوالي خمس تشهر واربعة من عشر خمس تشهر وأسبوعين من الوردات الخارجية لمصر ده في حال ان انت بتستورد بس ما بتنتجش ما بتزودش الاحتياطي ودي حالة فيها استحالة بإيه؟ بمزاجي؟ لا بالأرقام طيب والاحتياطي بيزيده طيب طيب ارجع هنا لرأي البنك المركزي رأي البنك المركزي ان ده بيتجاوز مقاييس كفاية الاحتياطي وفقا للمعيار الدولي مش معيارنا مش معيار جمعة الدول العربية ده المعيار الدولي ايه هي المشتقات المالية؟ المشتقات المالية هي مجرد أدوات علشان أحوطك من الآخر أأمنك ضد مخاطر أسعار الصرف يعني بالبلد الفصيح جدا الناس اللي عايشة في بلادنا في الأرياف عارفين ان في حاجة اسمها عقد آجل أو البيع مقدم يا سيدي سيبقى حتى العقد الآجل يعني ايه؟ اجي اقول له والله مثلا انا عندي جنينة موالح بورتقاني واستفاندي فبجيب التاجر اللي هيشتري مني اقول له والله انا هابيعلك المسم ده والمسم اللي بعده مثلا الفدان بعشرة جنيه ايه كلام يعني؟ فدان بعشرة جنيه وفدان المسم اللي بعده هيبقى باثناشر فييجي التاجر يحط لي الفلوس وكده احنا تمام حط لي فدان بتاع السنة دي بعشرة بتاع السنة الجاية باثناشر وانا كده تمام معايا فلوسي طيب افترضنا ان سعر البرتقان زاج الفدان فيه بقى بخمستاشر مليش فيه لحق التاجر ده هنا انا خدت الاثناشر بتوعي طيب افترضنا بقى ان سعر الفدان بقى بعشرة مش بتاسعة برضو عملين انا مخصاتش لان انا ملتزم بهذا العقد طيب ادوات المشتقات المالية دي تقريبا حوالي 6 ادوات طيب بتشتغل في ايه؟ اكيد مش بتشتغل في البرتقان بتشتغل بقى مثلا في البترول تشتغل في الدهب تشتغل في اسهم مضمونة هدرب لك مثلا حضرتك مثلا تيجي تقول والله انا في صفقة شراء على اسهم شركة التسعة فشركة التسعة دي السهم بتاعها مثلا بـ 80 دولار فحضرتك مش بتاخد السهم انت بتستثمر في هذه الاداة عن طريق المؤسسة المالية في هذه الحال هتبقى البنوك تمام؟ طيب فتتعامل مع كائنات قانونية كبيرة معتبرة مضمونة فحضرتك لما هتيجي تشتري سهم التسعة ابو 80 افترضنا انه السهم وقع هتاخد التمانين السهم زاد هتاخد التمانين فانا هنا حوضتك ضد ايه؟ فوارق اسعار الصرف حصل انهيارات في اسعار الصرف انت في الامان طيب افرد يا عم يوسف السهم كده سعره نزل سيبك بقى منه هو زاد ولا ما زادش خلاص سيبك من الزياد ما ليش دع طيب افرد نزل ما انت هتاخد التمانين تقول لي بس سنة التمانين دول مثلا كان سعرهم مثلا 800 جنيه فلما سعر الدولار نزل ما بقاش بتمانين جنيه فبقى او بتمانين جنيه فبقوا 700 ولك عمليا ده معناه انه سعر الصرف ما بين عملتك المحلية والعملة الاجنبية ذهب الى التزان وده معناه انه معدل التضخم في بلدك بيقل وبالتالي ده معناه انه سلة السلع والخدمات اللي في بلدك اسعارها بتقل وبالتالي انت مش خسرها عشان كده اسمها كده اسمها ادوات التحوط ضد مخاطر سعر الصرف اشتركوا في القناة